اشتركوا في القناة 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 لماذا لا يكون عندي ماناة؟ أنا أبسط كثيرًا لما أبسمع صوتك على تريفون تعي شوفي ها؟ مو مبين عليك شلون يعني مو مبين علي؟ تعي شوفي مبين علي ولا لا؟ ما في دعي إيجي بعرف من صوتك إيه حبيبتي شو نقصك إغراض كمان من شان عزيمة بيت إختارك؟ أحكي لا تستحق أحكي راح أقل لك بس مو قبل ما تقلي مين هي الأنسة شهد راح أمروش لا أعرف ما بعرف مين بيعرف لك؟ ليش ما بتعرفي؟ لا ما بعرف انتي؟ أنا إسمي شهيرة، مو شهد بس حلوة مثل الشهد أنا حبيت دلعك وإليك شهد بدان شهيرة هي فيها شي كمان؟ لا ما فيه شي بس أنا مرتاك، أنا متجوزة يعني مدان مو آنسة ومين قال عنك آنسة؟ ها حضرتك اين دا؟ اول ما رديت علي قلت لي اهلين انسى شهد بقى مين هي شهد اه ايه اللي قولي اشيدي اللي اهلا اهلا سيادة مقدم احترامي شاهدتي اجل عندي مقدم وعندي شغل الا بعدين برجع بحكي معيك ايه مع السلامة اهلو اهلين انسى شهد صباح الخير صباح النور كيفك انسى شهد الحمدلله يعني بدنا نزعزك ولو انسى شهد ازعاجك راحة انتي بس امري اه حضرت الملازم مقفهمان هون يعني يا رتجتكم شو انا يعني اه انا 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 من عيوني بخدمك يا انسى شهد بس بتهمت شو ديك مش فهمان انا مبارح عريت المحاضر كلها ماعد في شي ضده اه استاذ خفيف اعمو قال بدهمت شو بده يقوض على فهمان بدهمت دخول الفندق بدون وفاقة صاحبه اه حضرت الملازم استاذ خفيف مقلك بتهمت دخوله للفندق بدون وفاقة صاحبه انتي متأكدة انه فهمان دخل على اوتيل بدون وفاقة صاحب الاوتيل او من يفوضه هيك الاستاذ خفيف اعميقول إذا هيك أنا جاهي خمسة يكون عنديدي عمسي الحالي يا مصاعد وحيدة هاي آخر أيام الحركات تبعاتك آخر أيامة خلصنا في شو من عندك هنا هلأ إذا كلك فهمان من المجي اتدى بتهرب شو صار معك ساس؟ شاد شو صار معيك؟ أستاذ قل سواني وبيصلوا ايه بس إن شاء الله ما يطولوا ايه؟ أنا كنت بدي يقول لك هيك أكشف له؟ أكشف له أستاذ خفيف؟ نعم سمع مني خلني أنا على المغفر بدل ما أتعذب الدورية فكرة أستاذ ميحا؟ بالله هادي أنت هوني عن أول أستاذ يخلي على الرابس إيطا شباك 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 أصلا بعد خمسمائة ليرة أصلا بعد خمسمائة ليرة قولوا بالك يا معزا ماذا سنكون قولوا باله؟ بدي فيلش كلها ركنيا أكش رصة؟ ما حكالك شروصة؟ حكالي هيا لاتعني بس عاملية لك معزا؟ ها هي العاملة تميرك الرابع شيء تبقى قولي بالك يا عزة انا اتركني عليك انا 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 افكله افكله لك وين تركني ما بتقفو اهرم سماشت فاقلبي منك هيا اصتبت علمي لك معزة انا اصتبت كمان يا اصداز خفيفة تركني علي لاشوف ولك انا ما عم بحكي عن فامان مكن عن مي؟ انا عم بحكي عن مفتيح المسبخة لعطاكية مرحبا يا اصداد خفيفية الاصداء وما فيها اهلين حضرتك الشرطي جايل من المخفر؟ لك عم نين جايل عفوا لك يا شهد لك مو قولتي سيئة الملازم جايل هون هلا بالكد راحاكي فاهمونيش الاصداء الحيا الحيا لحنا عمنا اصدين اه خلينا اصداز خفيف بالاصداء الاولادية ماشي اتفضل حضرت الشرطي اتفضل معي واستلم ساعدوني استلم اهلين انا نفدت عزام انا ما احكيتش ابدا اكيد اكيد طيب راح قوي عاني وخليهم يلقطوا لا وانا نروح لاطبخي احسن شي اكيد اقول ايه صلاح كاسمي صلاح اقول ايه اقول ايه اقول ايه سيئة بركة بي الله لا يوفقه اه 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 اعملت شاف هوري ايه انا ايه انا ريين شف دمي اه نعم انا كنت تفكر الشرطة جيم شاني بس الله 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 ما عنده قدر لطف الحمد لله يا رب بس اسا على خوفان انا خايف ان معزام انه اذا في حدد يخذقني في هالدني ما في غير معزام هي الوعية تقدر تخذقني تعرف عني كلشي بس ولو انا اقول كاف باكل و المغفر بعد ما معزام تخذقني راح اقول على كلشي معرفو على كل سلقاتك يا معزام علي و لا و لا و لا اعدي ايش و دي فلحكي ايه لعمها مي مي فضل يا انسي شاهد شكرا فضل يصريحي ايه انسي شاهد انا لسا ما شرب قهوة الصباح تابعي وبكون سعيد جدا اذا شربناها سوا شوري اياك شو حضرت الملازم بلشنا الغذاء انت ما دخلك ما قلتيلي شو اهوتاك حلوة معك حق تشربيها حلوة لان الحلو ما بيشرب غير حلو شو سياد الملازم خلونا ننهي موضوع فهمان بالاول بعدين يشربوا لهوة على كيفكن الاستاذ خفيف ما او حق على عيني تكرمي شو سياد الملازم اتعبنا من الوقفة خليني لعظمة الشهد شلينا مساعدوا حيت تعال عدي اتفضلوا اتفضلوا استريحوا يا جماعة افتاح محضر جديد هاتشوف شو شاكواب ضد فهمان يا سيدي انبال رحنا بالليل من عنكم انا و سمير رحنا عالوتال فتنا عالوتال ام نسمعنا حركشة بالمطبخ فتنا عالمطبخ ام نلقينا هانا المقدوم هاتشي اسف هاتش هاتش فهماني كمشناه ورمطناه عالكرسي وهي يا كلاصة نعم سيدي و ليش ما اتصلتوا فينا مبالح بالليل كدنا ساعدك ومشناه بالجرم المشعود اتصلنا سيدي بس اللي رد علينا يبدو ما عارفنا اخلوا عنكم لبوكنا سيدي مو مشكلة هيجبنا لكم ياه امشان تعمدوا بحقه كل الاجرعات القانونية لبدا هالحكي صحيح يا فهمان؟ اصدق تقول سيد فهمان فهمت عليك سيدي يعني عم تعترض بشو سيدي؟ بانك دخلت مبالح بالليل على الوتيل مصبوط سيدي دخلت على الوتيل ليش هيشو فييا كمان؟ انت كاتب عنا التعهور انه ما تدخل على الوتيل الا بازن صاحبه ما صحي يا سيدي انا دخلت على الفندق بمعرفة احد اللي عاملين فيه اللي هو الست المعزام نعم سيدي سأله الست المعزام انا اخذت منه مفتاح المطبخ وفدت من باب المطبخ سيدي صاحبه اللي لاي امعزام سأله سيدي اسمح لي كلمة يا سياد الملازم انا اقول قبل ان تتكلم معزام باي كلمة انا لم يفوض معزام بيدخال اي شخص الى الفندق وان حصل ودخلت شخص للفندق فهذا يعني انها متواضية معه في جرن نعم يا سياد الملازم وهي يا زمن هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نعم، نعم يا سيد فهمان، من عاشنا الناس للبعين يوماً، صار منا نوفيون عدسين، عدسين شو يا أم عزام، أنت عطلتي فهمان مفاتيح المطبخ؟ نعم سيدي طيب ليش عطلتي ياهو؟ قل بدي يفوت لي صالح أرايبو، اللي هو الأستاذ خفيف حفيد ابن عمه، لا شيدي، أنا حفيد ابن عم أبو، مو حفيد ابن عمه إيه سيد خفيف، حضرتك بدك تدعي على فهمان، ولا على فهمان ومعزام مع بعض؟ لا شيدي، أنا معزام حسب بعي بعدين، أنا جاي أدعي على فهمان بس بناء على ما تقدم، تقرر توقيف المدعى عليه فهمان المنجعي على ذمة التحقيق، ريث ما يتم تحويله إلى النيابة العامة يعني فهمان، راح ينام معكم اليوم جديه؟ بجوز ينام اليوم وبكرة كمان يوم صردينك، يا أحياء العدل، هاتشي منيح هيك أنسي شاهد؟ المهم عندي ما حدا ينزليم، وكل واحد ياخد حقه يا سلام على طيبة قلبك ورهافة مشاعرك، اطلب القهوة موسيقى 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 أكيد بسيوهي سيدي، سيدي أنا ما بتكن تسمعوا شكوتي هاتي لأشوف أحكي، فتحنا محضر الجديد فتحوا بطير محضر الجديد سيدي أنا بدي أشتكي على فهمان لأنه مبارح كذب عليه، بدي أرفع دعوة ضده ضد الكذب والنفاق ليش؟ طلعت بنتي مجدرية بخمسة وعشرين ليرة بسها كيلو تفاح، من الخمسمية صرفت خمسة وعشرين ليرة واخدتها التفاحات مشان تدوؤن لأخواتها نحنا محرومين يعني التفاح، فصاروا يتقاتلوا مين بدوا ياخد أكبر واحدة؟ يعني بنتك لقيت الخمسمية ليرة بس ما صرفتهم عن اللعب والحكي الفاضي اللي اتهمتنا في حضرتك طيب والأربعمية وخمسة وسبعين ليرة اللي بيقوم للخمسمية، وين هون؟ أعطتني يا عم مصروف للبيت أم عزام، السحابي الدعمة بيني وبيني لأنه بدوا يصير زين يجيبوا محاكي ويش خليكي القاضي بقوط ومعرفيش، وبدك تدفعي خمسمية ليرو كيلو وانتي بتعرفي العمى، عم تحكي جاء؟ والغر عم بمزر حمال شو يا أم عزام، بدك تشتكي على فهمان؟ ولا نسجل شكوى الأساس خفيف ضدك؟ سيدي، بطلت أنا، بدي يسحب الشكوى تبعتي، سيدي بس يا أم عزام، انتي قلتني أنه حطيتين مفاتيح لفهمان مش هان يفوت الصالح عرايبه، ما حالك تنسي الكلام؟ لأنه مش هان فهمان أخطي، درويش، ما بيقدر يتحمل شكوتين خليه بشكوى واحدة بتكفيه شكوى للإستاذ خفيف المنجوعي زبك على جبك يا أم عزام، سيدي، خلوا المحضر المكتوب تتفهمان وضيفوني عليه كمان، أم عزام، أنا بتهمه بالتواطع معه فوء اضيته المفاتيح لهوagna بتفحيل عمليت الدخولت في الدعابне، نعم سيدي ي تجري، تطويره متى. سوف ترحل متى. تجري لها، سب Kopf. اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكراك شكراي شكراً تحرك anka نعم اوه اوه تفضل معي سيد فهمان ايه برافو معك معك بتتعلب ايه تفضل شريب لجوه دب هين لهون ايه لهون افتكرت لهني خلصني فوت لجوه يلا ايه دقيق ايه يلا ايه دقيق اريد احكي معنا نوازم اول كلمتاني ما دي برجع لقى خلصني فوت لجوه هلا كنت عم تحكي معي مثل ان حني قدامي وبكل لطف بطلتها العادي قليتلك يا أقلق ده بزعلك منك ما حبي يا عادي حلو ليش تركتها؟ مخاطرة آخر دوش والله يطعم العشر بوصات ملوه لي يا هذا الدخل مول قوطع اللي عمناه معلي بالبيت كل عام وانت بخير يا منحوس استنعى بخير بق長 behavioral تلا أثم عشير صباح بخير صباح��어 لو سمحت أطلوب لي الشرطة بخير بسا زي الشرطة؟ انت تطلبها وبعدين بتعرف ليش شوها الصلاحة؟ يا أستاذ؟ يا أستاذ، يا أستاذ، إذا بدأت، إذا بدأت، فضع، فضع، فضع يعني ممكن تقول لي بس ليش الشرطة لأنه ما حلو نجيبها هذا قتل تنتزع سمعتنا، شرطة فيتي، طالع بتعرف، مش هالقتل ما كويسة حدا زاعشك، حدا مدايقك، حدا عاملك أي مشكلة انت تطلبها وبعدين بتعرف ليش أشق؟ تعلموا نعم أستاذ حدا مسبب هون بالقتل أي إزعاج للأستاذ؟ لا أبدا ما أحد أزعجه نتضبطي له السويت مزبور؟ نتضبط له يا كله، بس لو تشوف كيف كان شوفوا السويت كمان هلأ أنت وبتأجن السويت لشامل واحد يستعمله ولا مش هانتفرج عليه؟ لا أستاذ مش هان يستعمله ويرتاح فيه وأهله وسهله فيه أشقر، روح لشغله حاضر يا أستاذ، إذا بدأت، بس إيجي ليش الشرطة؟ اقتل لي ليش أنا يا أستاذ نعم، ما أقل لي ليش الشرطة؟ قلنا أيضا إنهم في واحد نزيل نام وأكل وشرب وكيف ونبسط وما بدي تفعل حساب حافظين حافظين أنك من صحتك على بكرة على كل تم تكرم عيونك يا أستاذ نحنا والأتيب تحت أمرك أو تكرم عيونك أنا أم مزحك، أنا لم أعد يتفع لحساب وأنتم لا رح تتركوني إلا إذا تفعلت أكيد عم تمزح أستاذ ليش في بيني وبينك مزاه ميجعب رح تنزل عنا لخان بالأوتيل منازلي بالمناشف بالليل وطالع لي بالمناشف شرش حتى وشرش حتى العتيل لأ وشو أخذ سويت لأ معلل وقاحة ممعيتها أنا يا أستاذ مستخدم بصيد كل رات ب2800 ليرة عندي خمس أولاد وأمهم الخبز مع المشبعهم وعايشين الغرفة الله لا يورجيك شكل هذا وعلى قد ما عمشوف بهالمسلسلات وتيلات والأوقات الحلوة والظريفة اللي عم نقضيها الواحد فيها اشتهت قضيلي أنا ليلة بهيب وتيلات ما بيحق الليل شو أنا ما الإنسان متكلها البشر جاوبني لا إنسان أستاذ إنسان تفضل كمي شو بتيكمي هاي هي كل القصة جيتوا للمت ليلي عنكم وهلا مفارقة معي إذا بيشنقوني اطلب لي الشرطة لا حول ولا قوة إلا بالله تفضل أخي تفضل خد هويتك وخد غراضك والله معك روح على بيتك والإحسان أنا بدفعه إذا صاحب القتيل خلاني بهي القتيل بعد عملتك السودة هاي أبقى تعالى عندي إلك بالسنة 24 ساعة وبدي أخدمك بشواربي تكره معيونك أستاذ وصدقني يعني أنا خجلان منك لأنه ما معي ليلة هالميت ليرا فخده شكرا إلا بس وينها لا تفكر كل القتيلات مثل هالقتيل هات وعط عمل الشغلة بغير القتيل تتشرشحها كتر خيرك شو الصباح يا ربي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 معقول نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 شراب نانسي قنقر نانسي قنقر